ليلة حرب ذات 58 عاماً مرض السرطان ينخر في جسمها إلا أن الابتسامة لا تفارق وجهها لحظة مر في الأسبوع وعلى مدى 24 جلسة تخوض ليلة رحلة علاجاً صعبة ومكلفة للغاية اجتازت عشراً منها اكتشفنا أنه مع الكنسر اللي اسمه Multiple Myeloma صار لها 7 سنين بتعاني منه بس مرأة فترة كان ستيبل من بعد علاجات وكثير قصص مرأتنا فيها في 2016 بايلول سبتمبر الماضي اكتشفنا أنه حالتها صحية كثيراً تتدهور بسرعة تقولي عندها ديسك ومن وراء عملية الديسك اللي عملناها بدهرة اكتشف الحكيمة العملية أنه في شي مش مزبوط مع حكيمة الكنسر حكيو وعرفنا أنه رجع الكنسر الملطبة الميالoma بحاجة اليوم الكيس تبع الماما للدارزالكس والكيبروليس والدوايين كثير غاليين ما منعرف كيف نكمل التريتمنت يعني نحن لو صلنا نحكي ما خلينا باب مدقيني ما خلينا شي ما عملنا عدم استكمال ليلة العلاج يرجعها إلى نقطة الصفر عنا حوالة 3500-3600 دولار بس حق الدواء مع هذا المستشفى حتى إذا بدك تديني ما بدو يدينيك 4000 دولار كل جمعة 4000 دولار أسبوعياً رقم كبير وصادم والوزارة المعنية غائبة عن السمع الوزارة بتأتفك على الضمان لأنه هي مريضة كانت تسجل على الضمان والضمان بيأتفك على الوزارة لا حديدها لا ما أخذنا شيء ولا نصف أمبول مش أمبول ولا نصف أمبول أيدي الخيرين وحدها كفيلة بتوفير هذا المبلغ الكبير أو لربما توفير الدواء إذا أمكن أنا بعمل مستحيل كرمالة لأنه دين أم ويعني ما حدا حيحبني بالحياة قد أمي ومن خمسة شهر أنا عم بركض بإيدي وإجري الأب من لألاجها وما بدأ أخسارها لأنه برجع بإليك الدين أم يعني اللي أورادي تبرع لنا وساهم بعلاجها ساهم العالم ما فيها عطول إذا عالم جديد عالم ما بتعرفنا بتحب أنه تنكس حياة أم عندها ثلاثة أولاد أنا عندي خي أول سنة جامعة بعده واختي كمان عم تتعلم وأنا مني قادرة لوحتي أنا معلمة مدرسة إذن إنقاذوا حياة ليلة حرب رهنوا الخيرين وجهودهم لإنقاذها من براثن السرطان وعائلتها على ثقة تامة بأياد الخيرين لأنهم أكثر من أي وقت مضى بحاجة ماسة إلى الدعم